موسيقى أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الحرس الثوري الإيراني يتحكم بعشرين بالمئة من الاقتصاد العراقي وكانت واشنطن قد منحت بغداد مهلة للالتزام بالعقوبات الأمريكية على إيران إلا أن الحكومة العراقية تواصلوا التنصل من تلك الالتزامات لاعتمادها المباشرة على واردات الغاز الإيراني في تشغيل شبكة الكهرباء بعد دخول العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الحرس الثوري الإيراني واعتباره منظمة إرهابية حيز التطبيق أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال كلمة له بجامعة تيكسان أن الحرس الثوري يمارس أدوار سلبية في العراق وسوريا ولبنان ويتحكم بعشرين في المئة من الاقتصاد العراقي بومبيو حذر من أن العقوبات المفروضة بحق وحدة النخبة العسكرية الإيرانية ستخضع أي شخص يقدم لها الدعم المادي للقضاء الأمريكي ودخلت العقوبات الأمريكية بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية حيز التنفيذ بشكل رسمي يوم الاثنين وهو الأول من نوعه على الإطلاق لقوى عسكرية نظامية كاملة تتبع لحكومة أخرى ورغم الضغوطات الأمريكية على دول الجوار الإيراني للمشاركة في العقوبات التي تشددها واشنطن على تهران أعلن وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب أن وزارته بصدد الاستعانة بشركة سناير الإيرانية لإنجاز محطة كهرباء في كاركوك بطاقة تصل إلى 320 ميجاوات وكانت واشنطن قد منحت بغداد مهلة للالتزام بالعقوبات الأمريكية على إيران إلا أن الحكومة العراقية تواصل المماطلة والتنصل من تلك الالتزامات لاعتمادها المباشر على واردات الغاز الإيراني في تشغيل شبكة الكهرباء وتحاول إيران استغلال حاجة العراق للكهرباء بالسيطرة على السوق العراقية كسوق مفتوح لها تعودها كنوع ما عن العقوبات الاقتصادية الأمريكية عليها ويرى مراقبون أن العراقيين يخشون من أن تتحول بلادهم إلى ساحة للمواجهة خاصة أن إدراج الحرس الثوري كمنظمة إرهابية يمكن أن يشدد الخناق على فصائل عراقية مصنفة هي الأخرى كمنظمات إرهابية مثل عصائب أهل الحق وحركة النجباء وحزب الله العراقي والحديث أكثر مشاهدين حول هذا المحور يسعدني أن أرحب بضيفاي معي من بغداد الأستاذ كاظم الحاج محل الأمني وسياسي على أمل أن ينضم إلينا في متن الحلقة من بروكسل دكتور عارف الكعبي رئيس لجنة إعادة الشرعية لدولة الأحواز أستاذ كاظم مساء الخير أستاذ كاظم يبدو بأن عنوان المرحلة المقبلة هو تصعيد ومن ثم تصعيد ومن ثم تصعيد ضد إيران إن كان في الداخل الإيراني أو حتى خارج إيران الآن مايك بومبيو يؤكد بأن الحرس الثوري يتحكم بأكثر من 20% من الاقتصاد العراقي دلالات هذا التصريح أستاذ كاظم الحاج نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك سيد الفاضل ولكادر ومشاهدي قناة اليوم أهلا بك يعني حقيقة عنوان المرحلة الحالية والقادمة فيما يخص السياسات الأمريكية على المنطقة وتحديدا على العراق وإخضاع النظام السياسي العراقي هي فشل في فشل في فشل هذا من جانب آخر دليل ذلك حقيقة ما صرح به بومبيو في تكساس على أن الحرس الثوري الإيراني يعني شيء مضحك حقيقة حرس الثوري الإيراني يتحكم ب20% من الاقتصاد العراقي هذه الرسالة حقيقة هي معلومة الأهداف والتفاصيل هو يحاول أولا أن يضغط على الحكومة العراقية في مسألة إخراج القوات الأجنبية والأمريكية أيضا هو يضع ذريعة لحقيقة لمعاقبة أو إدراج شخصيات عراقية ضمن طائلة الإرهاب الأمريكي في حال لم تخضع لما تريده الولايات المتحدة الأمريكية في مسألة مخرجات العملية السياسية أو تطبيق الحصار حاد الجانب على إيران وأيضا هو يمهد الخطوة بخطوة أولى نحو أن يكون هناك إدراج للحج الشعبي ضمن قائمة الإرهاب الأمريكي وأيضا هناك أمر آخر حقيقة أي شخصية عراقية الآن وفق تصريحات بومبيو ممكن أن تكون إرهابية لأن بومبيو كما قال وهو أعلن اكتشافا جديدا أن الاقتصاد العراقي 20% يديرها والحرس الثوري ممكن أن يقول أن زيد من الناس يساعد الحرس الثوري وهو يعمل على أن لا يكون هناك حصار وبالتالي يدرج ضمن قائمة الإرهاب الأمريكي بالتالي هذا التصريح هو تهديد واضح للحكومة العراقية للشعب العراقي لفصال المقاومة الإسلامية وللحج الشعبي على أنكم بكلام معين من مسؤول كرئيسه حقيقة يعني أحمق لا يستطيع أن يقول شيئا منطقيا ممكن أن يقبل به العقل الإنساني يستطيع أن يضع أي مجموعة يريدها تحت طائلة العقاب الأمريكي وبالتالي هذا الأمر يعني حقيقة معلوم الأهداف والغايات وأيضا معلوم الدوافع الرئيسية التي تنطلق منها كهذا تصريحات حقيقة بصورة شخصية أنا كنت أتوقعي أن قبل يومين كنا في يعني جلسة نقاشية أنا قلت أنه الأمريكان سيقولون أن الحرس الثوري يتحكم بالاقتصاد العراقي بنسبة لا تقل عن 60% طيب تفاجأنا حقيقة لأننا نعلم جيدا طبيعة التفكير الأمريكي اسمح لي أستاذ كاظم أن أرحب بضيفي من بروكسل دكتور عارف الكعبي دكتور عارف مساء الخير مساء النور دكتور عارف لو دخلنا في صلب الموضوع وسألتك سؤال كيف ينعكس تصنيف أو إدراج الولايات المتحدة الأمريكية الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب على المشهد العراقي برمته دكتور عارف حقيقة إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب إجا متأخرا جدا لأن هذا الحقيقة وبالتحديد الحرس الثوري نتكلم عن الجناح العسكري عابر الحدود وهو ما يسمى فيلق القدس لدير القاسم سليماني هذا الضراء حقيقة عمل إجرام في حق البشرية في العراق وسوريا ولبنان واليمن وحتى أيدي هذا الفيلق الإرهابي أطالت حتى الأحوازيين في أوروبا وحتى بأمريكا فبالتالي حقيقة الجميع المتابع للمشهد الإيراني وبالتحديد السياسة الأمريكية الجديدة تجاه إيران يعني لم يتفاجأ بالقرار الأخير قرار الدارة الأمريكية بحق فيلق القدس الإيراني وبالتحديد الحرس الثوري لأن حقيقة هذا الموضوع إجاب متأخر جدا لماذا الحرس الثوري على قائمة الإرهاب الأمريكية؟ لأن حقيقة ارتكب جرائم عديدة منذ تأسيس عام 1981 يعني هو أسس ميليشيا طائفية طيب دكتور عارف ياريت لو تعطيني جواب مباشر بشكل مباشر وصريح وواضح سألتك عن مدى انعكاس هذا الأمر على المشهد العراقي تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية انعكاس بصراحة بسيط لأن غالبية أعضاء الحكومة العراقية الحاليين هم ينتمون إلى ميليشية حزب الدعوة وميليشية المجلس الأعلى ما يسمى بين قوصين الثورة الإسلامية وبالتالي رئيس الحجد الشعبي هو المهندس المهندس معروف رجل إرهابي وكان أحد أعضاء الحرس الثوري الإيراني وفي الحرب الإيرانية العراقية كانت لديه بسراحة دور كبير بقتل الجنود العراقيين أما تأثير واضح لأن اللعبة السياسية والعملية السياسية في العراق أصلا يجي لها غاسم سليماني والسفير إيران الذي هو أساسا حرس ثوري وبالتالي لطالما هذه المنظومة أصبحت منظومة إرهابية من وجهة نظر الأمريكان ونتوقع تكون من قبل مجتمع الدولي إذن لازم ينتيه هذا الارتباط العضوي بين السياس العراقيين وبين حتى الميليشيات العراقية مع هذه الفئة ولا ننسى حقيقة الحرس الثوري الإيراني يكون تقريبا 65% من الجيش الإيراني وبالتالي إذا كل 65% من الجيش الإيراني صنفها إرهابية من قبل الأمريكان والعلاقة التي نراها بينه وبين الحكومة العراقية الحالية للأسف علاقة عضوية وعقائدية لحدا بعيد هناك خيارين لشقاء العراقيين أم يتبرون علاقتهم بغاسم سليماني ومن لف فلف غاسم سليماني أم سيطالهم نفس السيناريو وإحنا سمعنا بلؤون الأخيرة من إدارة الأمريكية فهناك خطة لإدراج الحجد الشعبي كمان منظمة إرهابية وإحنا لا نتمنى هذا أن يحدث ونتمنى من شقائنا العراقيين أن يتداركون الأمر قبل حدوثها طيب أستاذ كاظم أنا متأكد أنه عندك تعقيب على هذا الكلام تعقب وبعدين أطرح عليك سؤال فضل أنا حقيقة أستاذ وعد متفاجئ بالاكتشافات العظيمة اليوم التي تطرح من شاشتكم طلعت الحكومة بالحرس الثوري وحزب الدعوة بالحرس الثوري والبرلمان بالحرس الثوري حقيقة أستاذ وعدة أتمنى عليكم حقيقة أن تأتوا بشخصيات تليق بشاشة قناة اليوم أستاذ كاظم هذا المجال نعم كل الضيوف كنت حضرتك والدكتور عارف والكل ضيوف راقية وتجيد التحدث كل شخص له وجهة نظر ورأيي بختلف عن الآخر أستاذ كاظم تفضل سيد الفاضل وجهة النظر عندما تكون خارجة عن الخيال والمنطق هذه ليست وجهة نظر هذا أمر مقصود والقصد منه أيضا واضح الدولة العراقية دولة مستقلة ذات سيادة نعم هناك خرق بوجود القوات الأمريكية لكن النظام السياسي الجديد في العراق يتم انتخاب الحكومة والبرلمان بنظام ديمقراطي أتمنى على كل شخصية تظهر على شاشات التلفاز وتناقش المشهد العراقي أن تتحدث بموضوعية وأن كانت بعيدة عليها أن تقرأ ما بعد عام 2003 وبالتالي تقول شيئا يقنع المشاهد لقناة اليوم هذا الأمر نتمنى مسألة أن يكون الصاق التهم هكذا حقيقة هذا الأمر نعلم جيدا أنه مدفوع الثمن وأن هناك شخصيات هي بعيدة عن الواقع تعيش في كوكب آخر يعطى لها ما تقوله وبالتالي هذا الأمر أولا لا يليق بهذه الشخصيات إن كانت تريد أن يكون لها تأثيرا من خلال ظهورها على شاشات أيضا مسألة الحرس الثوري وارتباطه بالدولة العراقية هذا الأمر يعني غير منطقي نحن كعراقيين يعني موجودين في العراق منذ الولادة إلى هذا اليوم لم نترك العراق نقول إن الدولة العراقية دولة مستقلة نعم تعرضت لهجم إرهابية هذه الهجم الإرهابية جميع دول العالم تخلت عنا باستثناء إيران وقفت معنا واستطعنا بوجود إيران وحلفائنا أن ننتصر على الإرهاب ومن دعم الإرهاب أمريكا وإسرائيل وبعض الدول الخليجية لذلك حقيقة أن يربط جزء من الشعب العراقي لأنه يحمل نفس العقيدة الموجودة في جزء كبير من إيران بالتبعية ويوصف بالخيانة هذا الأمر لن نقبل به ولن نسكت عنه مهما كان المتحدث ومهما كانت الصفة التي يحملها هذا من جانب من جانب آخر العقيدة نحن كمسلمين العقيدة لدينا فوق الحدود بمعنى أن هذه الحدود الوهمية التي رسمت لنا لن تقف عائقا هذا جانب آخر الجانب الثالث المهم أن حكومتنا الموجودة الآن رغم كل الإشكالات وعلامات الاستفهام وعدم الرضا العراقي لكنها حكومة تعتبر عراقية مئة بالمئة نعم هناك شخصيات هناك تأثير خارجي أمريكا عليها لكنها حكومة عراقية الذي يحسبها فقط هو العراقيين وليس أي جهة أخرى أو أي مسمى آخر بمعنى أن تصريح بومبيو واضح وقلنا في بداية الحديث أن التصريح هو تهديد للحكومة العراقية وأن أي شخصية بعد هذا التهديد وهذا التصريح لبومبيو يخرج عن سياق ما تريده لولايات المتحدة الأمريكية لسياساتها الخارجية في المنطقة وفي العراق خصوصا وخصوصا وبالذات بمسألة وجود القوات الأمريكية على الأراضي العراقية سيتهم على أنه يساعد الحرس الثوري في إيران بمسألة جميل المالي أو الاقتصاد نعم إذن يعني بفهم من مجمل حديثك أنه الصراع يتم بين قطبين على الجغرافية العراقية الدكتور عارف الكعبي استمعت إلى طرح الأستاذ كاظم الحاج كل ما يتم الحديث عنه هو لنيل من الشعب العراقي والحكومة العراقية وهناك عقيدة عقيدة محور المقاومة ضد هذا التواجد وموضوع الإرهاب بشكل عام ويجب على أي شخص معارض لإيران تقديم براهين على ما يتفضل به تفضل دكتور عارف استاذ الفاضل ما في داعي نجيب براهين حتى نثبت بأن إيران دولة بسراحة دولة عبثية ودولة هي تهدد الأمن والأمن والسلم الدوليين وهذا حقيقة طرقوا إلى شخصيات دولية وأنا حقيقة على علاقة بهذه الشخصيات يعني هذا الشيء ضيفك الكريم علي أن يطلع على هذا الأمر الموضوع وما فيه حقيقة إيران مثل ما تفضل ضيفك الكريم أشر على نقطة مهمة جدا يعني على العقيدة ما فوق الوطن لطالما العقيدة ما فوق الوطن هل الحجد الشعبي مثلا يقدم الوطن على العقيدة أكيد لا فبالتالي ما هي العقيدة اللي يتكلم عنها ضيفك يتكلم عن ولاية الفقية في طهران هذه العقيدة اللي عندهم طبعا ما أتكلم عن العراقيين أنا من هنا أحيي الشعب العراقي الأصيل وبالذات القبائل والعشائر في جنوب العراق الأصيلة العربية أنا أتكلم عن بعض الشخصيات العراقية المرتبطة عقايدية مثل ما تفضل ضيفك بالنظام الإيراني في ولاية ما يسمى بولاية الفقية وبالتالي الحرص الثوري الإيراني وجناح اللي يقودها قاسم سليماني في المنطقة هو تنفيذا إلى المادة 32 في الدستور الإيراني التوحي إلى تسدير الثورة إلى الدول التي فيها أقليات شيعية فبالتالي الموضوع هو أعترف فيه ضيفك الكريم بأن هنا إحنا العقيدة يعني متقدمة على الوطن إذن الصراع راح يكون في العراق حقيقة هو صراع بين الإيرانيين والأمريكان لكن ما هو دورة شقان العراقيين في هذا الصراع هل يكونون ضحية لصراع توسعي من جانب إيراني وتأثير من جانب أمريكي ولا تكون لديهم خطة عراقية بحتة من وجهة نظرنا نحن الأحوازين حد الأقل وتربطنا علاقة قبلية قوية جدا في جنوب العراق نرى أن أخواننا العراقيين ينخلوا عن الحرسي الثوري الإيراني لأنه أصبح وبالفعل منظمة إرهابية وبالتالي طيب ولكن دكتور عارف هناك أيضا من يخالفك الرأي ويقول لماذا إذن تأتي الولايات المتحدة الأمريكية من أقصى أقصى بقاع الأرض حتى تحارب إن كان إيران أو تتواجد في العراق بشكل أو بآخر ما المبرر لذلك دكتور عارف أيضا هو نفس المبرر الذي الأمريكان يجوا بالحجد الشعبي أن يحكم العراق ما هو المبرر لأن هذه الحكومة العراقية الحالية يعني إلا ألم في سدة الحكم بعد صغط النظام العراقي عام 2003 أمريكا جاءت فيها فبالتالي إذا أريد أن أجيب كل الأمور في سياقها نفس العملية السياسية العراقية الراهنة هي جزء لا يتجزم للستراتيجية الأمريكية في المنطقة فهناك توافق كان أمريكي إيراني بأن يصغط النظام العراقي وأنا لا أدافع عن النظام العراقي ونحن الأحوازيين كنا تقريبا نوعا ما ضحية هذا النظام في الحرب العراقية بعد دخولهم الأحواز لكن نقول الحقيقة الإيرانيين والأمريكيين كانوا متفقين على صغاط النظام العراقي عام 2003 وهم اتفقوا على شكل النظام السياسي ما بعد سقوط النظام العراقي وبالتالي أعتقد أن أصبح وقت الطلاق الأمريكي والإيراني لكان بناتهم اتفاق وبالتالي هذا الطلاق سيكون ثمن الشعب العراقي وعلى العراقيين من وجهة نظري وأنا من القاربين جدا من شقان العراقيين وأتكلم على الوطنيين العراقيين أن يتخلوا عن الحارس الثوري الإيراني لأنه أصبح حقيقة على حافة الهاوية وبالتالي هذا ما يسمى بفيلق القدس هو الحارس الثوري الإيراني منظمة إرهابية وأصبح هنا حد في أوروبا كل الصحف الأوروبية اليوم تكتب على الاتحاد الأوروبي أن يبعد كل العناصر المرتبطة بهذه النظام طيب أستاذ كاظم الحاج يعني مادة 32 من الدستور الإيراني تنص على التدخل دعنا نقول من قبل إيران في دول الجوار وهناك من يقول أيضا بأن نكسة الحارس الثوري تؤذن بنهاية سنوات ازدهار الفصائل العراقية التابعة لإيران تفضل المنبر لك أستاذ كاظم الحاج نعم يعني حقيقة أنا لا أعرف خلفية وديانة الأخذ لكن من الإسم واللقب أفترض أنه مسلم إن لم يكن ليبرالي علماني وبالتالي أسأله السؤال التالي عندما يتعرض أو أنت أفترض أنك مسلم طبعا عندما يتعرض الإسلام لتهديد فبالتالي من هو الأولى لديك أو الأولوية لديك هل الإسلام كدين أم الوطن كجغرافية أتمنى الجواب على هذا السؤال مسألة أيضا ضيفك الكريم أصبح يناقض نفسه بنفسه عندما قال إن الحكومة الحالية أتت بها أمريكا وناقض كلامه الذي قبل قليل إن هذه الحكومة ميليشيات الدعوة والحارس الثوري هذا الأمر حقيقة يعني مسألة أن يكون هناك تدخل أو مادة في الدستور الإيراني تدخل فيها ضمن دول الجوار نحن كعراقيين وأيضا كواقع حال في المنطقة لم نرى أي تدخل إيراني في العراق أنا أتكلم الآن في العراق منذ عام 2003 إلى الآن بل قبل عام 2003 إلى الآن لم نرى أي تدخل إيراني في الشأن الداخل العراقي بل إيران أول دولة في المنطقة وفي دول الإقليم اعترفت بالنظام السياسي الجديد فيما بعد عام 2003 وإيران دعمت النظام السياسي الجديد والانتخابات وأيضا دعمت العراق في مواجهة الإرهاب وهذا الأمر يشهد به العدو قبل الصديق أيضا مسألة أن تحرف الحقائق وتزيف الوقائع أمر أيضا تعلمنا عليه في حقيقة في العراق العراق بحكم التجربة المجاميع الإرهابية ومن يدعم الإرهاب ومن يتدخل في الشئون العراقية هي أمريكا وأدواتها وعملاءها الخوان التابعين لها في المنطقة بمعنى أن القوات الأمريكية هي الموجودة والمحتلة للأراضي العراقية وليس القوات الإيرانية عملاء الولايات المتحدة الأمريكية هم من يقولون إن إيران موجودة في العراق وأمريكا لا يأتي على ذكرها بومبيو في تصريحها هذا يؤكد على أنه يتدخل في الشأن العراقي قبل يومين سيد الفاضل ونحن نتحدث كعراقيين كانت هناك حركة للقائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد بالذهاب إلى محافظة الأنبار والالتقاء بمواطنين لكي يخلق فتنة جديدة وهذا الأمر بث من على شاشات التلفاز العراقية والفضائيات بصورة عامة القنصل الأمريكي في البصرة خلال الأيام الماضية صرح تصريحا واضحا في أنه مع الاقتتال الشيعي الشيعي في البصرة وعودت إلى أحداث بمعنى أن التدخل الذي يحدث في العراق ليس من إيران كواقع حال نحتي يعني نتكلم كواقع حال يعني واقع حقيقة موجودة إنما الذي يتدخل في الشأن العراقي أمريكا السعودية تركيا الأردن وأدوات وأصوات الأصوات المدفوعة الثمن هي من تشوه الحقيقة وتقلب الصورة وتقول إن إيران هي من تتدخل في الشأن العراقي لذلك وجود تدخل إيراني في العراق أو في لبنان أو في اليمن أو في سوريا هذا الأمر غير موجود ما موجود في هذه الدول أثناء مواجهة هذه الدول للإرهاب كان هناك أيضا أتحدث على المستوى العراقي كان هناك طلب من الحكومة العراقية من إيران أن يكون هناك مستشارون في مسألة التخطيط والتسليح والتدريب لمواجهة المجامع الإرهابية نعم يعني وصلت الفكرة أنا أظل معي دقيقتين ونص لازم أكون عادل بمسألة توزيع الأدوار عليكم أسمح لي أن أذهب إلى دكتور عارف الكعبي دكتور عارف بسؤال أخير لك يعني مجمل كلام الأستاذ كاظم الحاج هو بأن دور إيران إيجابي فيما يتعلق بموضوع التدخل لمحاربة الإرهاب يعني تدخلت إيران وسلحت دعنا نقول فصائل عراقية قارع التنظيم داعش الإرهابي على الجغرافية العراقية وكذلك كما أشار الأستاذ كاظم بسوريا وباليمن وبلبنان تفضل دكتور عارف الكعبي المنبر لك أولا أخير فاضل غاسم سليماني كان يمرح ويسرح بين سوريا والعراق ولبنان وتحت انظار القوى الأمريكية المتواجدة في العراق من حما ما يسمى بين قوسين الحجد الشعبي اللي حقيقة صنعته صنعته غاسم سليماني والحرس الثوري الإيراني من الإجاب على السؤال أستاذ عارف أتمنى على الإجاب الذي طرحته عليك السؤال خليه إليك أخي ما في جواب من قطة من قطة القوى الحجد الشعبي جويا هو القوة الجوية الأمريكية يعني الأمريكان أمم كانوا يحافظون على غاسم سليماني غاسم سليماني يتحرك في سوريا وفي العراق والمحور من قوم إلى بغداد إلى دمش إلى بيروت كل هذا حقيقة كان تحت تغطية القوة الجوية الأمريكية لماذا ما اختالوا غاسم سليماني لماذا ما ضربوا القوة الحرس الثوري الإيراني في العراق هم يضربون الحرس الثوري الإيراني في سوريا بسهولة لكن لم يتطاولوا على الحرس الثوري الإيراني في العراق طب لماذا؟ لأن هناك استراتيجية أترك الله فيه لأن هناك استراتيجية إيرانية أمريكية متفق عليها إسرائيلية كمان هناك استراتيجية متفق عليها من هذه الدول حقيقة كاتفاقية استراتيجية متفق عليها لاستنزاف ثروات الشعوب في المنطقة وللأسف إيران لديها مشروع توسعي في المنطقة مثلما إسرائيل لديها مشروع توسعي في المنطقة أيضا لكن هذا التوسع على حساب من؟ على حساب الشعوب العربية وبالتحديد الطوق العربي لإيران مثلما احتلت الأحواز احتلت بغداد واحتلت دمشق وصنعة والقاطرة طويلة حقيقة النقطة فقط تفضل في ضيفك الكريم ما يتعلق بولاية الفقية ولاية الفقية يا سيدي أنت تعرف حق المعرفة لا يعرف ليش ممكن هذه التقية عندك أولا ولاية الفقية هي عابرة الحدود يا أستاذ كاظم وبالتالي جميعا أنا سألتك عن الإسلام سيد الفاطر أنا سألتك عن الإسلام هل تعرض الإسلام لخطر؟ هل ترجعك أولوي الإسلام أم الجغرافية؟ أسألك عن ولاية الفقية لا تهرب من السؤال طيب خلينا نختم المحور ضيفاء الكرام لأنه أنا تجاوزت الوقت المخصص نحن كعرب لأننا ننتظر جروسا من خامنين يعلمنا الإسلام العقيدة اللي يقودها خامنية عقيدة أنا أسألك سؤال طيب أنا مضطر أشكدكما ضيفاء الكرام خلينا نختم المحور الطاولة المستديرة لليوم هل قولوية لديك الإسلام أم الجغرافية؟ طيب الحديث يطول ضيفاء الكرام لو سبحتم لي أن أختم معكم هذا المحور وحلقة اليوم من الطاولة المستديرة ضيفاء الكرام ضيفين بروكسل دكتور عارف الكعبي رئيس لجنة إعادة الشرعية لدولة الأحواز شكرا جزيلا لك وشكر لك أيضا ضيفين بغداد أستاذ كاظم الحاج محل الأمني وسياسي أشكر الأعظم لكم مشاهدين على طيب وحسن وكرم تابعا دمتم بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة